موسيقى نشرة السادسة عبر شاشة لباليكولي الأحرار والبداية بالعنوية قتل وجرح أثر هجوم مجموعة مسلحة على سجن معتيق فجر الجمعة ورئيس المؤتمر الوطني يعزيها لضحايا من قوة الرضع الخاصة ويتعهد بمواصلة محاربة الإرهاب مجلس شورى مجاهدي درنة يؤكد تواصل الاجتباكات في حي الأربعمية بين قوات وعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة وتعارض منطقة الساحل وباب طبرف للقصف العشوائي من قبل التنظيم المبعوث الأممي إلى ليبيا بيرناردين وليون يعلن عن التواصل إلى اتفاق بين وفدي مجلس النواب ونواب المقاطعين ويعتبره رسالة قوية عن وحدة الليبيين موسيقى أكد النطق باسم قوات الرضع الخاصة معاد خليل مقتل ستة عناصر من مجموعة مسلحة حاولت الهجوم على سجن معي تيغا للإسلاح والتأهيل فجر اليوم الجمعة وفاد خليل بسقوط ثلاثة قتلى وستة جرحا من قوات الرضع الخاصة بالإضافة لقتيل من السجنة أثناء عملية صد الهجوم وأوضح خليل لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الهجوم الذي حاول منفذه اطلاق صراح سجناء على ذمة عملية تفجير سابقة تم بواسطة قذاف أربيجي والقنابل اليدوية مشيرا إلى أن عناصر المجموعة المسلحة كانوا يرتدون أحزمة متفجرة وذكر خليل أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص مضيفا أن سجن معي تيغا للإسلاح والتأهيل تحت سيطرة بالكاملة وأفد خليف نشرة سابقة بتكليف فرقة عسكرية لمسندة الشرطة القضائية وحماية السجن مضحا أن الأمور كلها تحت السيطرة على حد قوله الحد الآن لا يمسأ معلومات أولية إلا أن التخفيقات سارية جدا سارية بمساعدة العتياد والآن سلع الهجاب الموجودين وتم التحقيق في هذا الأمر وهذه العتيادة هذا وقدم رئيس المؤتمر الوطني العام والقائد الأعلى للجيش اللي بينوري أبو سهمين تعزيه لأهالي الذين قضوا من قوة الردع الخاصة جراء حادث استهداف مجموعة مسلحة لسجن معي تيغا للإسلاح والتأهيل فجر اليوم وتعهد أبو سهمين في خطاب تعزيته بمواصلة محاربة ما سمه الإرهاب واستأصال زمرة الشر واشتثاثهم عينما كانوا حتى يعود للوطن أمن واستقراره حسب وصفه أفاد المتحدث باسم مجلس شورى مشاهدي درنا وضواحيها حافظي ضبع بتدمير سيارة عسكرية تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة بمنطقة الفتايا وأكد الضبع لقناة ليبيا لكل الأحرار استمرار تعرض منطقة الساحل وباب تبرق للقصف العشوائي بقضائف سي فايف والهاو من قبل عناصر تنظيم المتمركزين بالفتايا مذيفا أن الاشتباكات متواصلة بشكل متقطع في حي الأربعمية بدرنا دعا جهاز الحرس البلدي بمدينة درنا جميع منتسبي لحضور الاجتماع المزمع يعقد يوم الأحد القادم لتفعيل دور الجهاز بالمدينة وأضاف الجهاز في رسالة التي حصلت قناة ليبيا لكل الأحرار على نسخة منها أنهم سيناقشون كافة الأوضاع التي تهم المنتسبين منويين إلى أنهم انقطعوا عن العمل خلال الفترة الماضية بسبب ظروف خارج عن إرادتهم حسب نصر رسالة يذكر أنه قبل يومين تم افتتاح مركز شرطة بالتعاون مع مجلس شورى مجاهد درنا وأهالي المدينة وفي سياق متصل قام مجلس شورى مجاهد درنا وضواحيها بتعاون مع الجهات المختصة في المدينة بافتتاح مستشفى شهداء درنا خطوة وصفها البعض بالإيجابية في ظل استمرار الاشتباكات على أطراف المدينة التقرير الآتي يرصد جانبا من تحسن الأوضاع بدرنا ليست الاشتباكات هي العنوان الوحيد في مدينة ليسامين درنا فأهل الجبل والشلال قاتلون على صنع الحياة لمقاومة الحروب فقد بدأت في المدينة مظاهر الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك باعة مستلزمات العيد انتشر في شوارع المدينة كما جرى تجهيز ساحة جديدة لبيع الغنم جمعت الكبار والصغار بعدما كانت أسواق بيع الأغنام تقام بمنطقة الفتايح التي أعلنت في وقت سابق منطقة عسكرية سوق خيرية للملابس الجديدة والمستعملة للأسر النازحة والمحتاجة في المدينة أقامته جمعية شباب الخير سوق تتيح للأسر والعائلات ذوي الدخل المحدود اقتناء الملابس بشكل مجاني قبيل حلول عيد الأضحى المبارك جديدة وفي منها ملابس مستعملة للفقراء والمساكين والذوي احتجات خاصة وللأسر النازحة من الساحل والبيوتة محروقة خطوات دعمها مجلس شورى مجاهدي درنا حيث قام بالتعاون مع الجهات المختصة بافتتاح مستشفى شهداء درنا كما افتتح مركزا للشرطة للمساعدة على استثباب الأمن بالمدينة من جهة أخرى قررت شركة الأشغال العامة استئناف أعمالها بالمدينة بعد استرجاعها لبعض آلياتها المخصصة لنقل القمامة الأوضاع الأمنية بدرنا في طريقها للاستثباب هي الأخرى حسب ما أكدت مصادر مطلعة بالمدينة حيث قام مجلس شورى المجاهدين بمدهمة مصنع للخمور في منطقة حي السلام والقبض على صاحبه الأيام الماضية كما قرر منع دخول اللحوم غير المجمدة وخروج الوقود والغاز من درنا لغرض الاتجار خطوات وصفت بالإيجابية والبناءة قد تزرع الأمل والتفاؤل في نفوس أهالي درنا رغم تواصل المعارك والاشتباكات والقصف العشوائي على المدينة إلى بنغازي حيث قال مسؤول المكتب الأعلامي لمجلس شورى ثواري المدينة محمد عبد الرحمن إن الانسحابات تتوالى من قوات عملية كرامة على حد قوله وأوضح عبد الرحمن أن سلاح الجو الطابع لقوات حفتر قام بطلعات استطلاعية في محاور مختلفة بالمدينة يوم أمس مضيفا أن قوات الشورى ما تزال تحافظ على كامل تمركزاتها هذا وافد مسؤول المكتب الأعلامي بأن قوات حفتر استهدفت مركز القلب بهواري بشكل مباشر منذ يومين مضيفا أن محيط الهواري ما زال يشهد اشتباكات نافيا تحقيق أي تقدم في المحور لصالح قوة كرامة ونبقى في بنغازي حيث أعلن مستشفى الجلاء عبر صفحة رسمية إصابة مواطن بشضايا قذيفة في القلب يوم أمس الخميس وأوضح المستشفى أن المواطن كان قد واصل فاقدا للوعي ويعاني من ذق في التنفس وانخفاض العلامات الحيوية وقد أجريت له عملية جراحية يشار إلى أن مستشفيات بنغازي تستقبل عددا من الجرحى بشكل دوري وذلك نتيجة تساقط قذائف العشوائية على المناطق الآهلة بالسكان حثى رئيس المجلس التنفيذي لمركز بنغازي الطبي نصر الله ساعد تاقم تمريض الأجنبي بالمركز على العدول عن الاستقالة الجماعية وإتمام إجراءات رجوعهم لبلدانهم ونقلت صفحة رسمية للمركز عن الساعد قوله إن هناك حلولا لمشاكل السكن التي يعاني منها طاقم التمريض وذلك عبر بدائل سكنية في مناطق آمنة بالمدينة وضف المركز على صفحة رسمية أن طاقم التمريض الأجنبي أبدى ارتياحه للوعود والعروض التي قدمت لهم مشيرا إلى أنه سيتم سحب استقالاتهم في وباري قال المتحدث باسم غرفة عمليات رئاسة الأركان وباري مجد بوهنالي قناة ليبيا لكل الأحرار إن الغرفة قامت بتشكيل لجنة أمنية تابعة لها بالتنسيق مع أعيان ومشايخ المنطقة والثوار وذلك لفرض الأمن بالمدينة وقد باشرت لجنة عملها منذ يوم أمس حيث قامت بالقابض على بعض المتهمين واسترداد مجموعة من الأليات منهم وخاصة السيارات المخطوفة التي كانت بحوزتهم وأرجعتها إلى أصحابها وضف بوهنال أن الغرفة رصدت خلال اليومين الماضيين تحركات مشبوهة على طريق أباري سبها للمجموعة المارقة حسب قوله وهو ما دفعها إلى رفع درجة استعداداتها في سياق آخر ذكر المتحدث باسم المجلس البلدي أباري خليل خليفة وأن المجلس لم يتسلم أي دعم للنازحين رغم كارثية الوضع الإنساني في المدينة وفق تعبيره مؤكدا تواصلهم أكثر من مرة مع الجهة المسؤولة وأكد خليل أن الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه أباري دفع أكثر من 95% من السكان للنزوح خارجها بحسب المصدر وذلك بسبب تعطل جميع الخدمة العامة وتوقف كل المرافق العمومية والمصارف عن العمل ونقص المواد الغذائية وانقطاع التيار الكهربائي قال عضو مكتب الأعلام بالمجلس البلدي الكفر مصطفى لوجليان هدوءا حذرا يسود المدينة مع استمرار سماع أصوات طلقات نيران بصورة متقطعة مشيرا إلى ترد الأوضاع الإنسانية بالمدينة وضف الأجليان 22 مخطوفا لا يزالون في قبضة مجموعات مسلحة متمركزة في حقل الشعلة والذين يقطعون طريق لجدابيا مما تسبب في معاناة السكان من نقص الوقود وغاز الطهي وقرب نفاذ السلعة التامونية من المتاجر تشهد مدينة سباودو أنهاشا مع استمرار تهديدات المجموعات المسلحة بحسب تصريحات للناطق باسم مجلس شورى وحكماء سباح سنة رقيق وذكر القيغان أطراف المدينة وبواباتها من الناحية الجنوبية تقع تحت سيطرة مجموعات مسلحة تهدد أمناء المدينة أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا بيرناردين وليوانا اليوم في مدينة أسخيرات التوصل إلى اتفاق بين وفدي مجلس النواب والنواب المقاتعين يقضي بالبدء في المرحلة الانتقالية الجديدة بالبلاد أعلن اليوم التوصل إلى اتفاق بين وفدي مجلس النواب والنواب المقاتعين يقضي بالبدء في معالجة المرحلة الانتقالية الجديدة من البرلمان وأضاف اليوم أنه سيستأنف العمل أو سيستأنف العمل على المراحل النهائية للحوار السياسي بوصول فريق المؤتمر الوطني العام معربا عن أمله في أن يوقع الاتفاق بحلول العشرين من سبتمبر الجاري هذا اتفاق سلب اتفاق وهذه أخبار جيدة ولكن يجب أن نتوصل إلى اتفاق النهائي بشان القضايا الأخرى ونتوقع أن يصل اليوم وفده المؤتمر الوطني العام لنستأنف العمل على المراحل النهائية ونأمل أن نوقع الاتفاق بحلول العشرين من سبتمبر لأنه ليس لدينا الكثير من الوقت أصدر ممثلين من مجلس النواب وعدد من النواب المقاتعين في سخيرات بيانا أعلنوا فيه توصل الاتفاق بينهما حول تنفيذ المادة السبع عشر من الاتفاق السياسي وتضمينها كملحق رئيسي ضمنه وذكر البيان أن الجانبان اتفق حول خمسة قضايا تمثلت في المقر المؤقت لمجلس النواب ومراجعة نظام الداخلي للمجلس وتشكيل لجانه فضلا عن القرارات وتشريعات التي أصدرها المجلس الفترة الماضية وتطوير العمل التشريعي وأكد الجانبان أنهم أقرب من أي وقت مضى لإعادة الاستقرار للبلاد من خلال تقوية الجسم التشريعي ودعم حكومة التوافق الوطني لتلبية متطلبات الشعب الليبي وقال عضو مجلس النواب المقاطع محمد رعيذانه تم الاتفاق بين وفد من مجلس النواب ونواب المقاطعين على كافة القضايا العالقة بين الطرفين وأوضح رعيذ في تصريح لقناة ليبيا لكل الأحرار أن لجنة التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة توصلت إلى اتفاق يقضي باستبعاد أي قرار جدلي اتخذه مجلس النواب في الفترة الماضية بالإضافة إلى عادة تشكيل الليجان داخل المجلس والنظر في اللائحة الداخلية للبرلمان من جانبه قال عضو المؤتمر الوطني العام هادي علي أصغير إن الاتفاق الذي تم تواصل إليه بين نواب المجلس الحاضرين في جلسات طبرق والمقاطعين لها سيصهم في أخراج البلاد من أزمتها الراهنة والانتلاق نحو مرحلة جديدة وتأكيدا مننا أنه لا سبيل لإنهاء المعاناة التي نعيشها إلا من خلال استفافنا جميعا لتوحيد الوطن بعد أن فرقتنا وجهات النظر السياسية ولكن حب الوطن جمعنا وهو العامل الرئيسي لاستعادة مؤسسة الدولة أكد مستشار فريق الحوار بالمؤتمر الوطني العام صلاح البكوش موافقة أعضاء المؤتمر في الجلسة التي عقدت مساء أمس بالأغلبية على ذهاب الوفد التابع للمؤتمر للحوار وتوقع البكوش أن يتوجه الوفد إلى مدينة الصخيرات بالمغرب اليوم الجمعة من أجل استئناف جلسات الحوار من جهتها قالت عضو المؤتمر الوطني العام أمنم تير إن وفد المؤتمر يعتزم إلغاء المدتين 72 و 17 من مساودة الاتفاق السياسي والمتعلقتين بالإبقاء على قرارات مجلس النواب من عدمه في المرحلة القادمة وأفادت امتير بأن المؤتمر لم يحدد بعد أسماء بعينها للترشح وشغل مناصب في حكومة الوحدة مشيرة إلى أنه في حال وافقت البعث على التعديلات الجديدة للمؤتمر فإن لجنة استشارية تابعة للوافد ستحدد على الفور أو ستحدد أسماء المترشحين من جانبي قال عضو مجلس النواب فهمية تواتي إن المجلس كلف لجنة للقيام بمهام البرلمان خلال عطلة عيد الأضحى والتواصل مع جميع الأطراف فيما يتعلق بالحوار السياسي وضفت تواتي لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه لا يوجد إلى الآن أي تغيير في موقف مجلس النواب بخصوص مسودة الاتفاق الأخيرة مشيرا إلى أن عضوين من فريق مجلس النواب توجه إلى صخيرات لمتابعة تطورات الحوار يشار إلى أن مجلس النواب كان رفض قبل يومين تعديل مسودة الاتفاق السياسي وطالب الوفد المفاوض بالعودة إلى تبرق أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسية الأمنية فيديريكا موغريني في لقائها برئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تطابق وجهات نظار بين الاتحاد الأوروبي والجزائر بخصوص الأزمة الليبية وشددت موغريني في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة على أهمية دعم الشعب الليبي من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية لإعادة الاستقرار في البلاد وإعادة أعمارها بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي باولو جينتلوني الأوضاع في ليبيا وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن شكري وجينتلوني طالب الأطراف الليبية بعدم إضاعة الفرصة الحالية للتوقيع النهائي على الاتفاق السياسي والتعجيل بإنشاء حكومة الوفاق الوطني السادسة متواصلة فيها بعد الفاصل مصرف ليبيا المركزي عدل أوقات العمل بالمصارف التجارية لتسهيل معاملات المواطنين قبل حلول عيد الإضحى المبارك قتل وجرح أثر هجوم مجموعة مسلحة على سجن معي تيغا فاجر الجمعة ورئيس المؤتمر الوطني يعزيها لضحايا من قوات الرادع الخاصة ويتعهد بمواصلة محاربة الإرهاب مجلس شورى مجاهدي درنا يؤكد تواصل الاشتباتات في حي الأربعمية بين قواته وعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة وتعارض منطقة الساحل وباب تبرق للقصف العشوائي من قبل التنظيم المبعوث الأمامي إلى ليبيا بيرناردين وليوني يعلن عن التواصل إلى اتفاق بين وفد مجلس النواب والنواب المخاطعين ويعتبره رسالة قوية عن وحدة الليبيين قبضت قوات حرس السواحل الليبي على أكثر من 120 مهاجرا غير نظامي في منطقة القربولي كانوا يحاولون عبور المتوسط باتجاه أوروبا في الوقت الذي تستعد فيه الأمم المتحدة لمنح تعويذ للبلدان الأوروبية للبدء في المرحلة الثانية من عملية يونافورميت التي تهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين بقية التفاصيل في التقرير الأتي لم يكتب لهؤلاء المهاجرين غير النظاميين الوصول إلى أوروبا بالرغم من أنها كانت حلمهم الوحيد وملاذهم الأخير لينتهي بهم المطاف داخل مركز للهواء في ليبيا قوات حرس السواحل الليبي قالت أنها قبضت على 124 مهاجرا من جنسية أفريقية في منطقة القربولي كانوا يحاولون عبور المتوسط باتجاه أوروبا ومع تزايد أعداد المهاجرين بشكل شبه يومي باتجاه دول الاتحاد الأوروبي قدمت بعثة بريطانيا في مجلس الأمن مسودة قرار تجيز عمليات بحرية تهدف إلى ضبط قوارب مهرب البشر في المياه الدولية قبالة ليبيا ومن المتوقع أن يتم التصويت على هذه المسودة الأسبوع المقبل حيث سيناقش مجلس الأمن أزمة الهجرة غير نظامية وتشكل هذه العملية المرحلة الثانية من المهمة البحرية الأوروبية يونيفورماد التي تهدف إلى المساعدة في وقف تدفق المهاجرين غير نظاميين واللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي ويعد التفويد المحدد في مسودة القرار البريطاني نسخة مخففة من خطة سابقة للحصول على تفويد من الأمم المتحدة لجميع المراحل الثلاثة للعملية وهي جمع المعلومات وتنفيذ عمليات بحرية في المياه الدولية قبلة ليبيا فضلا عن مرحلة أخيرة من العمليات قبلة السواحل الليبية وعلى شواطئها بعض الدبلوماسيين أشاروا إلى أن بريطانيا تتريث في طلب التفويد للمرحلة الثالثة من العملية لأنها تحتاج لموافقة السلطات الليبية وفي المقابل عبرت روسيا عن قلقها من احتمال الاستخدام المفرط للقوة وانتهاك السيادة الليبية فيما قالت بعض الدول الغربية المشاركة في العملية البحرية أن القلق بشأن انتهاك السيادة غير مبرر باعتبار أن التفويد الأممي يقتصر على المياه الدولية ما زال مصير السفينة الروسية المحتجزة من قبل البحرية الليبية لعدم حيازة على إذن دخول للمياه الإقليمية فضلا عن شبهة تهريب الوقود مزال غير معلوم وسط تحركات ديبلوماسية روسية يقابلها إجراءات قانونية تقوم بها السلطات في طرابلس التفاصيل في التقرير الآتي احتجاز السفينة الروسية وطاقمها غير قانوني ونطالب السلطات في طرابلس بالإفراج عنها فورا ودون أي شروط هذا ما أعلنته المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروف الخميس وكان الناطق باسم القوات البحرية أيوب قاسم أكد حز نقلة نفط الروسية قرب ميناء زوارا لا تملك إذن بالدخول إلى المياه الإقليمية الليبية كانت قادمة من مالطا مشيرا إلى أنه يشتبه في أن الناقلة كانت تسعى لتهريب الوقود كما أفاد قاسم بأن النياب المتخصص تحقق مع طاقم الناقلة المكون من 11 شخصا بينهم امرأة موضحا بأن القطعة الروسية جرى تسيرها إلى ميناء مصرأة نظرا للاكتظاد القاعدة طرابلس البحرية بقطع لم يتم البث في مصيرها قضائيا حتى الآن هذه القطعة موجودة في مكان داخل المياه الإقليمية وفي خط مشبوه بأعمال تحريب الوقود وهي سفينة لها القدرة عالية جدا في تحميل الوقود هذه كلها تجعلنا في محل شبهة لا تملك أي أدنات للدخول إلى هذه النفط والدخول إلى المياه الإقليمية الليبية من جهتها نفت الشركة المشغلة لسفينة النقل النفط الروسية ميخانيك تشيبوراتيف التي همات بتهريب النفط الليبي إلى الخارج ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الشركة المشغلة أويل مارين جروب قولها أن المعلومات التي نشرت عبر الإعلام بخصوص ادعاءات بتهريب النفط من ميناء زوار عارية عن الصحة معتبرة أن احتجاز السفينة تم بشكل غير قانوني من جانبه أكد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام صديق الصور وجود لجنة تحقيق في القطع البحرية المحتجزة إن كان ثبتت جريمة التهريب وستتقدر جراءات حيالها الطاقم وحيال السفينة وصف حال القضاء الليبي يقول كلمته فيها إلى ذلك لم يتم الإعلان عن مصير طاقم السفينة المحتجزة فيما صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن السفارة بلادها على اتصال مباشر مع السلطات الليبية المحلية وأنها تستوضح مصير أفراد طاقم ناقلة النفط الروسية أعلن مصرف ليبيا المركزي تعديلات في أوقات العمل بالمصارف التجارية بدأت أمس الخميس وتنتهي الإربعاء الموافق للثالث والعشرين من سبتمبر الجاري وأوضح المركزي في بيان له أن تعديل أوقات العمل في الأيام الستة القادمة باستثناء يوم الجمعة جاء لتسهيل معاملات المواطنين قبل حلول عيد الإضحى المبارك بحيث يكون توقيت العمل أيام الخميس والأحد والثلاثة من الساعة الثامنة ونصف صباحا إلى الساعة الرابعة عصرا بينما يكون العمل خلال يومي السبت والاربعاء من الساعة التاسعة ونصف صباحا إلى الواحدة ظهرا وأشار مصرف ليبيا المركزي لأن المصرف التجارية ستقفل أبوابها اعتبارا من أول أيام عيد الإضحى إلى نهايته اليوم الأول من شهر أكتوبر القادم تعويضا عن أيام العمل السابقة إلى تذكيب أهم العنوي قتل وجرحات روجوم مجموعة مسلحة على سجن معي تيغا فجر الجمعة ورئيس المؤتمر الوطني يعز أهالي الضحايا من قوة الرادع الخاصة ويتعهد بمواصلة محاربة الإرهاب مجلس وشورى مجاهد درنا يؤكد تواصل الاشتباكات في حي الأربعمية بين قواته وعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة وتعارض منطقة الساحل وباب تبرق للقصف العشوائي من قبل التنظيم المبعوث الأممي إلى ليبيا بيرناردين وليون يعلن عن التواصل إلى اتفاق بين وفد مجلس النواب ونواب المقاطعين ويعتبره رسالة قوية عن وحدة الليبي خدام النشرة في أماننا اشتركوا في القناة